السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم وصفات ام يسرة اليوم كيف ما شفتم حياة في العنوان ان شاء الله اول مرة غاد ينصوا بفروماج موزاريلا بيت نجربو وقلت لاش لا اللي ما نجربوش معكم ونقول لكم الرأي ديالي فيه بكل صراحة واش فعلا كيجي بحل فروماج موزاريلا او لا لا مع اقتراب شهر رمضان ان شاء الله ونبدو تحضيرها ديال هاد الشهر هذا الشهر الكريم اللي يجيبوه على خير ويخلينا بالصحة والعافية ويطول في عمرنا يا ربي ويبعد علينا كل بلاء وصفي بالنسبة لهاد الفروماج هذا كنحتاجو لي الحليب كيف ما كتشوفو معايا عندي الحليب ديال العبار وعندي عصير الحامض وكنحتاجو نخل الابيض وشوية ديال الملحة صفي كناخد واحد طنجرة وكنوضع فيها الحليب كيف ما قلت لكم عما خديت الحليب ديال عادي ديال البقر عادي خديت واحد الكيميا ديالجو جيترو كيف ما شفتو معايا بغي يصير نجربوه ونشوفو واش غادي صدق فعلا وللا واش فعلا غا يجيب حل الموزاريلا او للا سفي دكشي لاش جربتي غير جوج ايطرو فقط واللي بغا دير نسبة اكتر كل واحد كيف قليل الاختيار سفي من بعد ما كبيتها جوج ايطرو فقط طنجرة غا ديان نوطعها لنا مهيلة حتى كتسخن من بعد غا ديان نضيف ليها الاضافات الاخرى اللي عندي اللي هي عصير الحامض والخل الابيض وشوية ديال من الحلي غا نوريكم الطريقة ان شاء الله بالنسبة لها الطريقة هذه انا اخذتها من واحد القناة ايطاليا مع الشاف استفامو صراحة دير طريقة بسيطة وسهلة وما طلبتش لي بزاف ديال الوقت مبقاش كي يحرك فيه ويعود سفي كيف ما شفتو معايا انا غا ديان وضع شوية ديال الملحة في واحد زلافة صغيرة وغا ديان نضيف عليها تقريبا غا ديرو معلقة صغيرة ديال الملحة وغا ديان نضيف لها الخل الابيض بالنسبة للخل انا عندي جوج اترو ديال الحليب كله اترو كي تضيف ليه جوج معلق كبار ديال الخل يعني غا ديان نضيف انا ستطل معلق صغر او لا 8 بالنسبة للدور ديال الخل فهو فقط كي عزل لنا كي عزل لنا الحليب من الماء يعني هذا هو الدور دياله يعني مش مشكلة انه يناي لكترنا شوية اه سافي اه غا ديان نضع كيف ما اجد لكم 8 او 6 ديال معلقات صغر اه ما يعدي ربعات الماء الكبار اه سافي وغا ديان نحرقو مع الملحة حتى الدوب ليا وغا ديان من بعد ما اه كي سخلي الحليب كيف ما شدوا انا جربتو بالاسبع ديالي او اللا لعندكم الميزان ديال الحرارة حتى تولي الدرجة دياله 36 اه سافي غا ديان نزولو من فوق البوطة وغا ديان نبدأ اه اول حاجة غا ديان نضيف ليه عصير الحامض كناخد واحد الملعقة دياله سيليكون باش غا ديان نحرق هاد الخالي طاعدة كنوضع فيه ربعات المعالق عندي تقريبا ديال عصير الحامض وربعات المعالق كبار ديال الخل غا ديان نحرقهم كيف ما كتشوفو معايا من بعد غا ديان نزيد الخالي ديال الخل مع الملحل لي اه اللي خلطهم طريقة بسيطة وسهلة كيف ما شفتو معايا من بعد ما اه سخليه الحليب شوية كيف ما كتلكم تنضيف لي هاد الاضافات هادو وغا ديان عود نرجعه مرة اخرى الفوق النار على نار مهيلة ونغطيه ليه ونخليه تاي طيب حتى كي تعزليه الماء على الحليب غا ديان نوريكم طريقة بطبيعة الحال بقو معايا من بعد ما حطيتو اه فوق البوطة كيف ما كتشوفو معايا على نار مهيلة وكتشوفو معايا انه بده كيت تعزل الحليب على الماء كنغطيه لي واحد شوية وكنبقى كل خطرة كنطلع لي حتى كيت تعزل تماما ذاك الحليب هو الفوقاني كيف ما غتشوفو معايا بالملعقة ديالة سيليكون كتشوفو معايا الطبقة الاولى خاطره الفوق يعني كيت تعزل لنا الحليب الفوق وكيبقى لنا الماء التحت هذيه الطريقة ديالته سافي من بعد ما كيت تعزل لنا الحليب على الماء كنحيدوه من فوق البوطة باش غادي نصفوه من ذاك من الماء اللي 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 التحت سافي وغادي ناخدو الحليب اللي بقى لنا هذيه الطريقة بسيطة كيف ما كتشوفو معايا ناخديت صفايا وغادي نضعو في واحد الإناء وغادي نكوب طنجرة كلها في صفايا باش يتعزل لنا الماء وكله وما تبقاش حتى شي نقطة ديالة الماء في هاد المتزاري اللي هادي كيف ما كتشوفو معايا بالملعقة ديالة سيليكون غادي نبقى تنصفي فيها ولا عندكم شي توب أبيض هكا تديروه في التوب وتعصروه مزيان حتى ما يبقاش فيه الماء تماما ونا غادي ننعصره بالملعقة وكذلك غادي نعود نحيد الملعقة وغادي ننصفيه بيديا هكا باش نعصره مزيان من الماء ما يبقاش فيه حتى نقطة ديالة الماء وما زل بقى لي مرحلة آخيرة موسيقى وهنا من بعد ما صفيت الجبنة ديالة المتزاري اللي كيف ما شفتو معايا كتبقى تفرتت واحد شوية كناخد المرحلة الأخيرة اللي هي أنني كنوضعها مرة أخرى في طنجرة اللي فيها الماء ضروري هات المرحلة هادية اللي كتجمع لينا المتزاريلا وكتدوبها وكتخليها تجمع مرة أخرى وتجي كتجبد بشكل مزيان صفي من بعد غادي نعود نصفيها مرة أخرى كيف ما شفتو معايا في الصفاي وهنايا جمعت لينا وبدت كتجبد كيف ما كتشوفو معايا جاتني سخونة غادي نخليها حتى تبرد كيف ما شفتو معايا الآن غادي نوريكم الشكل ديالها صراحة كي يجي كيجي بهذا الشكل هادا وصراحة كتجي رائعة هادا والشكل ديالها النهائي وكتجي كتجبد من بعد غادي نشكلها على شكل كورة وغادي نلويها في السلوفان وغادي ندخلها لكونجيلاتور حتى تجمد لي من بعد كنولي نستعملها بشكل عادي بالنسبة للرأي فيها صراحة كتجي بحل موزاريلا بدون نقاش يعني اللهم ما أنا كنقول اللهم ما هي أنها كتستعملها في البيت وشي حاجة اللي صوبتها بإيدك وتتعرفيها مناش يعني صوبتها من الحليب يعني أحسن ما أنك تشريها من على الزلقة صافي كيف ما شفتو معايا من بعد ما خرجت خرجتها من الكونجيلاتور غادي نحكها في الحكاكة الغليظة علاش أنني درت هاد الفيديو هذا لأنه أنا كنقول علاش غادي ندير الموزاريلا صافي أنا كنشريها هي كتبع ما غالياش بزاف يعني رابعة بخمستاشر درام فلقيت واحد سيدة كتقول في القناة ديالا أنها ما عجبتهاش وأنها ما جاتها زوينة وأنها راما فروماج ما والو فقلت علاش اللي ما نجربهاش وصراحة جربتها ورائعة كيف مما كتشوفو معايا جربتها قدامكم كنقول اللهم هاد الشكل هادا أو لا نشريها من الزنقة معرفتش باش مصوبة وكنكن وصلت لنهاية الفيديو كنتمنى يكون عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعموني بلايك ديالكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس بيبقي وصلكم كل جديد شكرا على المشاهدة باي باي مع السلامة